موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلمين سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أمام تناولنا في المرات السابقة بعض المقدمات حول التفسير والتدبر وبدأنا في التطبيق على صورة المؤمنون تكلمنا على بعض علوم القرآن المتعلقة بهذه الصورة المباركة وشرعنا في المرات السابقة في 11 آيات الأولى من هذه الصورة وتنولناها من خلال التفسير الميسر ذكرنا أن طريقتنا أن نقرأ التفسير الميسر كنموذج للتفسير هو بيكون تفسير المعنى الإجمالي المباشر الجملة بجملة ولكن مع تفسير الألفاظ والمعاني وذا الحد الأدنى من التفسير أو كل هذا هو التفسير ما زاد على ذلك بيبقى استنباط وفوائد وأحكام استنباط من الآيات سواء كانت أحكام عقضية أو فقهية أو طربوية أو لطائف بيانية أو نحو ذلك دايما بنقول التدبر إذا أردت أن تدبر فيه فيه جزء اللي هو تدبر العلماء والمفسرون في معاني الآيات لاستخراج كل أنواع الدلالات وربط وتفسير الآيات على ضوء بعضها البعض ده نوع من الاجتهاد وده أظنه ما حدش بيخاطب به طلبة العلم فضلا عن العوامل طلب بيه يعني المجتهدين المجتهدون أو المتميزون جدهم في طلب العلم طب المكلفون عبادة التدبر أين هي؟ لا عبادة التدبر مبنية على العلم بمعاني القرآن يبقى ما فيش حاجة اسمها تدبر بدون تعلم للتفسير أو تعلم لمعاني القرآن بكل معاني القدر اللي انت تعلمته هتقدر تتدبر فيه لما تقرأ هتعلمت المعنى الإجمالي هتقدر انت بتقرأ تتدبر في المعنى الإجمالي تعلمت فوائد وتفاصيل تقف عندها وتقول كيف يعني قرن الله بين الصلاة والزكاة فهما قرنان مثلا زي معانا هنا كي فقرن بين الصلاة وبين ترك اللغو فأحداه ما تستلزم الأخرى أو لا تتم يبقى انت المعاني دي هتجيلك وانت بتسمع القرآن وانت بتقرأ القرآن إلى غير ذلك طيب يحدث ان ناس لا ما درستش التفسير الميسر زي ما احنا بنقول او ما درستش تفسير مختصر ولا مطول وهو ده لا يعني لا يصلي ولا يقرأ القرآن يقرأ القرآن طيب يتدبر هنا القضية بلا شك ان هناك بعض يعني جمل في القرآن من المعلوم من اللغات والدين بالضرورة واقيموا الصلاة والزكاة إلى غير ذلك هو هنا هتدبر في هذا ويكون على حذر وبالغ من اي معنى يكون يعني لم يتعلمه من قبل انه يارد في ذهن ان الاية دي تدل على كذا زي ما احنا ذكرنا مثلا خوارج وغيرهم خرجوا ايه ان حد يظن ان دي تدل على تكفي المرتكب الكبير طيب انت تعلمت من ائمة الاسلام وما تجد انهم لا يكفروا المرتكب الكبير اذا القضية هنا اللي حيعتمد على حصلت اللغوية باعتباره عربي اتعلم اللغة العربية التي نتعلمها نحن مع ما فيها من تداخل او بيكون هو رجل مسلم تعلم منذ طفولاته كثير من احكام الاسلام حيبقى دايما عنده شك في ماذا فهمه للآية ده صحيح ولا لا اي 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 فيها لطف غريب اي اي فيها ترشد الى احكام لازم يتعلمها طيب اللي هو يعني خلاص هو ده اللي هو فهم من القرآن اكيد حيستحضره هو بيقرأ او هكذا يعني هذا حيكون افضل من ان يقرأ يعني يعني كلاما وكأنه لا يفهم معناه لكن احنا هنا بنتكلم دايما على اي اخوانا على ماذا نريد ان نعلم انفسنا وماذا نريد ان ننقل للناس بنقول لنا تريد ان تتدبر القرآن تعلم تفسيره بس طيب التفسير كتب التفسير كبيرة ووسعة على الاقل لتعلم هذا الكتاب تفسير بيقول لك الآية ويعني معناها الاجمالي المباشر ما ان الله عز وجل على الناس الان في الهواتف الزكية وكذا يبقى التطبيق موجود وكما ذكرت لكم هذه صفحة المصحف هذه صفحة التفسير حتى معظم البرامج ما بتعملش التفسير الميسر ان هو من ضمن التفسير دي بتعمله حاجة اسمها المعاني او الطرج من قلت ايه يفتح لك ليه لان هو يقدر يمشي لك الايه الاية هنا مع الاية هنا حتى لو انت واقف عليها بيدك تقرأ التفسير او نحو ذلك يعني يصل الله تعالى الامر للجميع فاللي احنا بناء لان فيه ناس فيه يعمل دورات ويعمل دروس ويعني في الاخر يقول لك ما هو الناس مش عارفة الكلام طيب انت ماذا ما بتقعد تستهلك هذا الوقت في انهما يقولوا على الله عز وجل بغير علم او يقولوا في القرآن بغير علم او يجهدوا يستهلك الوقت في انك بيتعلم هم تفسير القرآن بس دي باقتصار شديد يبقى اذا نريد ان نتدبر لا بد ان نتعلم لا مجال اخر التدبر اللي هو ان حد يقول لنا فوائد ده درجة اجتهاد في فهم النص وذكرنا كتير انه لازم في الاخر لما يجي يقولوا هلنا هنجدها منضبطة على قواعد الاستنباط كما ذا كان احنا هنا في الدرس ده بنحاول نعمل الايه لان احنا دي سلسلة في رمضانية هندي فيها المستوى الاولاني بتاع ان انا اعرف التفسير الاجمالي وذكرنا ان دي فيها فايدة كبيرة جدا وشفنا ايات بنقرأها كتير لما احنا اعتنينا نقرأ التفسير مع بعض والتفسير اللي هو البسيط جدا ده لقينا ان احنا فاهمين اكتر العمر التاني نفس الايات هنحاول ناخد فيها فوائد معظمها بيانية لبيان اعجز القرآن ونحو ذلك ممكن ناخد احيانا حاجات الشرعية وحاجات فيه العجز العلمي كما تقدم فيه المقدمة المعظم اللي احنا لما نجي تكلم عن المعنى الاجمالي تقريبا كل كل كلامنا من التفسير الميسر ومقتضى الشرح لبعض عباراته نتكلم على الفوائد البيانية حيبقى معظم الكلام من تفسير الطهر بن عشور رحمه الله من التحرير والتنوير وربما نفيد نضيف ما يختضيه المقام ايضا طيب احنا ال 11 اية الاولى من الصورة اللي تنورناه المرة السابقة عايزين نمر احنا خلاص عرفنا معانيهم بس نقفى عند شوية معاني بلاغية عند كل اية منهم الاية الاولى قد افلح المؤمنون بيقول لنا العلمة الطهر بن عشور رحمه الله تعالى هذا افتتاح بديع يبقى هنا من طبعا خدوا بالكم احنا القرآن عربي فاحنا لما هنيجي هنقول صور البلاغة هنقول صور البلاغة بنفس المصطلحات اللي تكلم بيها العلماء البلاغة او بناء من نفس المعاني الموجودة في كلام العرب طب ايه القرآن اللي بيتميز به اعلى درجة بلاغة هتلاقي فصاحة الافظة ما تكلمنا هتلاقي غزارة المعاني في اللفظ اليسير هتلاقي معاها النطق العذب للقارئ والمستمع كل ده وهذا مما لا يحدث ايه للبشر في ان حصل واحدة فاتت الاخرى ان حصل هذه هنا فاتت هذه هنا ولذلك والقرآن لم يتحدى العرب بآية انما تحدهم بصورة اه في قصر صور وكل حاجة بس ليه هنا بقى البلاغة فيه ان انت موضوع مهما كان قصيرا يبقى فيه خطاب مناسب لحال المتكلم يخاطب عقله وقلبه ويصل الى مقصوده بابلغ ما يمكن فاذا المصطلحات اللي بنقولها هي المصطلحات بل هو علم البلاغة نشأة البلاغة زيها زي النحو زي غيرها كانت العرب تذوق الكلام من غير مصطلحات ومن غير حد يقعد يشرح لها هو انت ليه هنا اعجبتي بالكلام انت ليه هنا استلذيت من سماعه انت ليه فاحتاج الامر ان علماء المسلمين يشرحوا لما بدأ المعتزلة القائلين بالصرفة ان القرآن مش معجز في ذات وهو كل ما يجي حد يحاكي يعجزه الله عن ذلك مع انه كلام عادي والعاذ بالله ده كلام المعتزلة فبالله ده مواطن اعجاز كتير جدا المهم يبقى انا حنقول من ضمن البلاغة ومن ضمن حسن الاستهلال الافتتاح البديئة حنلاقي في كل صور القرآن بل في كل مقاطعه نلاقي حاجة كده تلخص لك الموضوع قد افلح المؤمنون انت ممكن دي تحطها عنوان للحضاشر اي دون كلمة هي فيها كلمتين وحرف ومع هذا ده فيها كلام عظيم جدا فالثلاسف الاستفتاح الاختصار والاجاز الشديد قد افلح المؤمنون بص حتلاقي هنا القرآن في دايما في بلاغة عالية جدا في الحذف ودي طبعا احنا قلنا البلاغات الايجاز اننا اوصل بايصر لغب الى قلب الى عقل المستمع وقلبه فالقرآن دايما حنلاقي قد افلح المؤمنون افلحه في ايه بالضبط؟ ما تقالتش فدايما حنلاقي فيه محزوف والمحزوف يديك معاني عظيمة جدا طب فكر كده طب خلي طب تعالى انا مش هقلع نفس كلام طب نعشور بنصه لكن حقول لك ما معنى اللي هو قاله بمثال لما اقول لك افلح الطالب الفلاني مثلا او اقول افلح المدير الفلاني او اقول حتى يعني في اللهو دلوقتي يقولوا افلح اللاعب الفلاني او افلح انت على طول ذلك هو افلح الطالب الفلاني مثلا انه هو يعني او او يعني تفوق في لعبة مثلا انت بتكلم على طول حقيقي اذا ستصل في ذلك انها متفوق في دراسات طب المدير الفلاني حتقول اه هو عقيت شركته عقيت اربعك هو رقي هو كذا هو كذا قد افلح المؤمنون ولم تذكر الآية أفلحه في إيه يبقى أفلحه فيما يعتني به المؤمنون يبقى المؤمنون غرضهم إيه طبعا مرتين لما تعرف هذه المعاني هتجد أنه يعني أنت ممكن بقى تقف عندها يعني ده رجل وقف وتدبر وتأمل وهو يعني يعرف على علم بكتاب الله عز وجل على علم بلغة العرب ودايما النحوين والبلاغيين يدور على المحذوف قبل ما يدور على الموجود أو هو بيحاول يكمل طيب هنا لما يجي يتكلم على جملة اسمي قد المبتدأ وذي الخبر طب هو المخبر أفد إيه للمبتدأ طب مجة على الجملة الفعلي قد الفعل طب فيه مفعول الأجلي ولا لا طب فيه مفعول مطلق ولا لا طب لو فيه حاجة غايبة غايبة ليه طب هل فيه محذوف أنا مضطر قدره إلى غير ذلك فهنا قد أفلحة مفروض يعني اللي عايز يضيف معنى تام نقول أفلحة فلان أو أفلحة الفاعل الفلاني فيه كذا وفيه كذا طب لما مجبهتلكش بسيبك لإيه لنوع من شحذ الذهن يقول أفلحه يبقى هنا أفلحه فيما يقصده المؤمنون من أعمالهم يبقى ترك لك مجال لهذا الشحذ الذهني عشان كده بنقول ده التدبر بعد معرفة هذه اللطائف فعلا أنت بتقرأ وتستدرك كده قد أفلح المؤمنون ده أنا مش المعنى المباشر اللي قلناه في أمس ما قرأناه من التفسير المياصر فاز المؤمنون فاز المؤمنون من المؤمنون الذين صدقوا بالله عز وجل وعملوا بشرائعه وعرفنا لإيه الإيمان بما ورد في المعنى الشرعي بقلنا هنا المفسر عملي في لفظ له تعريف الشرعي وهو الإيمان جبل التعريف الشرعي طب واللي مالوش تعريف الشرعي خاص حاجبل التعريف اللغوي فهنا أفلح جبل مكانها فاز إنها متدولة معنا أكثر والمؤمنون جبل تعريف الشرعي صدق بقلبي وعمل بجوارحي يبقى هنا بقى أقولك لا أخذ بالك أفلحة ما قالكش متعلق دي درجة أعلى من مين اللي عملها تدبر فيها عالم بكلام الله عز وجل بتفسير السلف وبلغة العرب وعارف من لغة العرب إن العامل له معمول طب وإن دي طب فين فين متعلقها محذوف طب ليه محذوف يمكن معروف مصياق ده أسهل حاجة من أقولها في المحذوفات ألا ده هنا الأمر أكثر ده محذوف للتشويق وضيف معاه هنا إنه هذا أفلح فيما يعتني المؤمنون به طيب هنا الافتتاح بقد مع الفعل الماضي قد أفلح قد بتدخل على الفعل المضارع بتفيد الاحتمال قد يفلح لا أنا أتكلم على حد بيجرب تجربة أقول فلان قد يفلح في تجرباتي وقد لا يفلح أقول قد يفلح وأسكتب أنا كده يعني بغلب حسن الضم لكن أنا أعطيت للمتكلم هنا غرض ويقول إن الأمر ده محتمل لكن لما بييجي مع الماضي أولا الفعل الماضي نفسه بيفقد دلالته على الماضي ويبقى ده بيقرر حقيقة تقارب الكلمة الجملة الإسمية أو هي مثلها في الرسوخ يبقى هنا قد أفلح المؤمنون هذا تقرير وتأكيد لفلاح المؤمنون هنا العلماء المعنيين بالتناسب لقاته الصور وقلنا ده أحد موضوعات علوم القرآن وأحد موضوعات البلاغة في القرآن قال ما هي إحنا وقلنا طبعا من ترتيب المصحف معظمه توقيفي وحتى لو فيه جزء اجتهادي في النهاية الأمة متفقة على أن هذا له دلالة وله بلاغة قال أنا شفت ما هو جالك في صورة الحج قبل هذه الصورة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فبقى هنا في رجاء للفلاح كأن لو أنت بتقرأ القرآن في كل شهر مرة أو في كل أسبوع مرة المهم أنت لك ورد المبتئية مفروض في ذهنك الصورة والصورة اللي قبلها وهكذا مشت معك إزاي فتقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يبقى كأن صورة الحج بتهيئ نفس المؤمن وهو بإراها يعني يرجو الفلاح وبعدين لما يكمل إراها حيلاقي إنه قد أفلح قد أفلح المؤمنون يبقى هذا من باب التأكيد ويبقى ده أحد الروابط اللي بين الصورتين يعني يبقى يبقى الصورة هنا لصورة المؤمنون فيها شيء من التفصيل لشيء أجملة في صورة الحج وصدها بقى صورة النور حتفصل لنا الذين هم الفروج يمحافظون بشكل أوسع بشكل فيه ترهيب فيه ترهيب فيه تشريعات لتقرير هذا الأمر عقوبات راضعة لمن يخرج عنه يبقى يدخل الوعظ والإرشاد والتربية مع العقوبات الزاجرة كل هذا يبقى متكابل مع بعضه البعض بفضل الله تركتها يبقى ده بالنسبة للآية الأولى هي حسن فيها افتتاع بديع بعبارة وجيزة اللفظ أضيف فيها معاني عظيمة جدا عندما أطلق عندما جاء التأكيد جاء مرتبط بالصورة اللي قبله جاء كمان أنه هو فيه إطلاق يفتح الذهن هو أفلحه فيه فتفكر فتلاقي أنه طالما أنه اتكلم على أنهم مؤمنون يبقى أفلحه فيما يعنى به المؤمنون وهو الرضى الله والجنة وبعد ما يمكن أن يكون ورض على ذهنك احتمالا أو يعني سألت نفسك وجوبت يأتيك في نهاية هذا المقطع أو نهاية هذه الآيات أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوسة هم فيها خالدون طيب يبقى إيه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة مخاشعون هنا الخشوع اتكلمنا عليه برضو في معاني الكلمات أو المعنى الإجمالي يبقى أنا بيبقى معاني معاني الكلمات طبعا درجة أولى ممكن أبتدي به ممكن العايز يبقى بيمرتب جامد أوي يبتدي بمعاني الكلمات يجيبها منين من كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ مخلوف أو من الجزء بتاع معاني الكلمات في أيصر التفسير أو ينتزع المعاني من قلب الجملة بتاعت التفسير الميصر حلقة أنه ممكن أنتزع المعاني أو المختصر في التفسير برضو ده ده كمان إيه بيحاول طبعاته يلونه الكلمات اللي هي هو نقال لك الآية جاب عبارة تكافئها في المعنى وعامل لون خاص للكلمات اللي تعتني بيها أن دي تفسير للكلمة المناظرة لها في الآية طيب احنا إيه لا كان اللي يمكن عايزين نقف معاه من معاني الكلمات اللي عايزين نحررها كلنا لدينا تصور عن معنى كلمة الخشوع لكن بنفهم الكلام بشرق أكبر أيضا أنه هو يعني خضوع في القلب وإخبات في القلب يظهر على السكون في الجوارح وإيه نخد بالك ده في الصلاة وفي غيرها يعني الإنسان يعني يمشي على الأرض هنا يبقى كل ده دمن الخشوع لله عز وجل لكن أخص ما يكون الخشوع في الصلاة يبقى هنا جاب جاب الخشوع والصلاة في أي واحد الخشوع ده عباده في حد ذاته وهو أعلى ما يكون في الصلاة والصلاة هي جديرة دايما أنها تيجي بعد الإيمان هو الإيمان جيء آم وقد أفلح المؤمنون دي في حد ذاتها بدأت معانا بذكر بذكر الإيمان والإيمان قول وعمل الإيمان بدون وسبعون شعبة على شاد أن لا إله إلا الله وأنها بطل أذى عن الطريق لكن لما بيتقال مع أعمال بيبقى كأن المعنى الأكثر يعني وضوحا هو المعاني القلبية لأنه معطوف علي باقي الأعمال أو يقال أنه من عطف الخاص على العام طيب إيه بقى إذن الآية الأولى فيها حسن الاستهلال فيها الإطلاق العظيم في الفلاح ده في إيه بالزبط فعمل نوع من التشويق فيها التأكيد بقدم على الفعل الماضي اللي يعبر عن الرسوخ وبعد ذلك الآية التانية فيها الجمع من الصلاة والخشوع الاتنين مع بعض وإن فيها تقديم الصلاة الأهميتها وتخصيص الخشوع اللي هو عبادة عامة بأنه أرجى ما يكون يكون في الصلاة هنا حلاف معنا برضو وقفة بلغية كويسة في تكرار الذين يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة مخاشعون ممكن يبقى وعن اللغو يمعرضون لا دا كرر للذين ليه بقى هنا أخذ بالك دايما لما تكلم في كلام البلغاء مش هتفترض أنه حط لفظ بلا فائد أحيانا كتير جدا هتلاقي الفصحاء والبلغاء أنت هتفترض فيهم الفصاحة ثم خانتهم بلغتهم في مواطن كثيرة لكن الأول افترض أنه يريد معنى من أي لفظ بيحط ودور على هذا المعنى إن وجدته فبها ونعمة ساعات كتير يعني ممكن تختلع للراجل زي ما منلاقي شراح بعض القصائل بيحط فيها معاني يعني أو كما يرون إن أحد الشعراء مر على حد وهو عمال يقول معاني في بيته وقالوا والله ما قصدته هذا لكن كويس ماشي هنا عموما لو بتتكلم على كلام البشر وبتكلم على حد تعرف عنه الفصاحة وتعرف عنه البلاغة لا تفترض إن كل كلمة هو بيقولها يريد بها معنى إلى أن يثبت العكس ودور على المعنى ده عشان ما يفوتكش خير كتير طبعا في القرآن ده بقى يعني قولا واحدا إذا وجدت ولذلك حتى الإمام من القائم رحمه الله يعني ليس من حسن الأدب إن أنا أجي الحاجات النحويين بيقولوا عليها زائدة أجي في القرآن وقالوا عليها زائدة هم بيقولوا زائدة على البنية الأساسية للتركيب النحوي لكن التركيب البلاغي لا أي حاجة بتزيد لها فائدة هنا تكرار الإسم الموصول الذين مع أنه نحويا كان ممكن ما يكراروش أكيد له فائدة بلاغية طب هنا الطار بن عشور رحمه الله تعالى بيقول لنا إيه في الفائدة دي بيقول أنت لو عطفت لو استعملت الإسم الموصول واحد ثم ذكرت كل الصفات معطوفة بدون تكرار الإسم الموصول قد يتوهم المتوهم أن أن الشرف والفضل لاجتماع هذه الصفات ولكن الآيات تبين أن كل صفة من هذه الصفات كأنها مقصودة بذاتها فكرر معها الذين يبقى دايما نشوف خد بالك الذين دي بتعمل لك فاصل يعني بتعمل لك رابط ذهني مع المؤمنون على طول بدون اللي قبل منها وانتبه معي دايما افتكر الكلام اللي بقوله لك دا إن كثير من الحاجات البلاغية أنت إحنا أشعر فينها ومن باب أولا ما نعرفش أن نقولها لكن لما حد يقولها لنا ممكن أجد أن أثرها فعلا كان عندي يعني أثر أن الذين دي دايما خليك مش كل صفة مرتبطة بالقبل منها أو متوقفة عليها أو مفتقرة عليها لا دا هي ربطك ما هو الذين دي اسمه صور هذا الاسم بيجعلك تتساءل هو عائد على مين دي عملية آلية بتتم في عقلك مباشرة فهي بتتم على مين بقى على الذين هم في سلاطين مخاشعون لا هو الأقرب في ذهنك إنه يقولك دي بتتم على المؤمنون فيبقى أنت كده وانت عمال تقرأ المؤمنون الذين هم في سلاطين مخاشعون كأنك بتقرأ المؤمنون الذين هم عن اللغة ومعرضون يبقى إيه أنت الذين دي على طول بتخلي في ذهنك تحضر كلمة ايه المؤمنون يبقى فعلا الفايدة دي فايدة بلاغية عظيمة جدا في هذا التكرار عشان اعرف ان الفضيلة لكل هؤلاء والذين هم عن اللغو معرضون يعني ذكرنا معنى كلمة اللغو دي من حيث المعنى الاجبال يهمني هنا معنى اللغو ومعنى معرضون وشفنا ان التفسير الميسر وزي المختصف في التفسير وزي كل قالوا انهم معرضون اي تاركون هو طبعا عايز كلمة سريعة يفصل لي بها الاجمال لا ده هو هنا كان لازم اقف شوية بقى لا مش تاركون معرضون يعني مش ان العبرة الا يفعل اللغو لا ده هو النهي هنا تبه بالادنى على الاعلى يعني اذا وجدت لغوا فاعرض عنه طب يعني من باب او لا يبقى لا تفعله يبقى هنا الاعراض ايه اللي هو الانسان يعرض يعطي عارضه للشيء يعني يلتفت عنه يسيبه ويمشي فاذا القرآن بيأمرك بايه بالاعراض عن اللغو من صفات المؤمنين الاعراض عن اللغو لا يبقى من باب أولا هم لا يأتونا اللغو ولا يفعلونا طبعا الغالب في القرآن انه هو يعني احنا عددنا يعني من عقد قال السنة الجماعة ان الايمان يزيد وامقص ومنجد تفاصيل في سنة النبي صلى الله تبين هذا وتبين وبعضها في القرآن طبعا ولكن الشاهد ان القرآن غالبا بيكلم انه في الترغيب بيكلم فيه ترغيب الايمان الكامل غالبا يأتي الايمان الكامل ما يأتي الكلام عن اللغو يأتي الاعراض عن اللغو وليس يعني مجرد تركي لان عشان دي دي الدرجة العليا ودي تشمل يعني فيما تشمل الترك من باب أولا فهنا الآيات اثنت على المؤمنين انهم معرضون عن اللغو طيب هنا التقديم والتأخير هل لخطر اللغو فأيضا يعني يعني يعطي له الصدارة عشان تسمعه الاول فيلتصق في الذهن ولا لمراعال الفاصلة الطالب بن عشور رحمه الله تعالى يعني لا يميل اطلاقا لتفسير اي تقديم وتأخير انه مراعال الفاصلة ومع هذا فلا لا مانع من ان يقال ان التقديم والتأخير فائدته او من فوائده مراعاة الفاصلة لان كما ذكرنا الفاصلة هي نوع من البلاغ نوع من البلاغة بتسهل على القارئ ان يقرأ وبتجعل القارئ مستريح في السمع ثم المعنى كما هو تماما هنا لا هو الطالب محشو قال لي ده المعنى زاد لما جبت اللغو يعني لما اللغو قبل معرضون فأعطت تحذير اكبر منه لا بأس بهذا ولكن لا حرج في امنه قال ان التقديم والتأخير مرعاة للفاصلة يعني الفاصلة جزء من بلاغة القرآن كما ذكرنا الذين هم للزكاة يفاعلون يمكن دي بالذات طولنا فيها شوية احنا منتكلم عن المعنى الاجمالي ان الزكاة تحمل على معنىها اللغوي الاصلي ثم تحمل على زكاة المال ويين ازاي تبقى الصورة مكية وفيها ذكر الزكاة ثم هي ثمرتها تزكية المال وتطيبه لكن اللي ممكن نضيفه الآن هنا السمة الاستقرائية اللي ممكن تخرج بيها من استقراء القرآن انه الصلاة والزكاة دائما ما يأتي يانقرينان طيب ما هنا فصل بينهما بالاعراض عن اللغو لا عشان كده هنا الطالب ناشاء لك والله هو الاعراض عن اللغو هنا بعد ذكر الخشوع في الصلاة كأنه تتميم للخشوع في الصلاة وكأنه القضية ايضا وبضدها تتميز الاشياء فطرى ما جي الخشوع جي الاخبات سكون القلب وهدوء الجوارح فهنا حطت قصادها بص بقى انت هتدخل الصلاة تريد ان تخشع يقوم الشيطان يحاول ان يجلب عليك بكل انواع اللغو اللي انت سمعتها كل ما لا فائدة فيه يعني يبقى كأنه انا اخد بالك انت الخشوع بالذات في الصلاة وترك وترك اللغو الاعراض عن اللغو بالذات في الصلاة لتمام الخشوع يبقى كده كأن دول ايه كملوا بعض وكملوا معنى الصلاة والعناية بها ويبقى اللي جي بعديها الزكاة طبعا يعني اا اا ده بالنسبة له هذا الهذه الايات الثلاثة الاول مش دايما هنبقى بنستطرت كتير في هذي الفوائد عشان نحاول ننجز الصورة خلال هذا الشهر المبارك لكن على الاقل احنا الا ال 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 عشرة الاولى الفوائد المتعلقة بها محتاجين نكملها في مرة اخرى ان شاء الله تبارك تعالى مش هيبقى ان احنا عملنا مرة للتفسير ومرة للفوائد عن طريق ناخد الفوائد ربما على هذه المرة والمرة التي بعدها ان شاء الله تبارك تعالى و يعني قد يكون هذا ان شاء الله في اسناء التناول الصورة ممكن بعض المقاطع يكون فيها نحاول نكتفي بالمعنى الاجمالي عشان ننتهي يعني من هذه الصورة ومبارك ونكتفي هذا القدر سبحانك الله وحمد 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 وحمد